السلام عليكم ورحمة الله للأسف في كثير من الناس يتمرن بشكل يومي ومو قاعد يشوف أي نتائج إيجابية من ناحية خسارة الدهون والتخلص من الدهون المخزنة داخل الجسم والسبب يعود إلى نظامك الغذائي السيء ممكن بعد ممارسة التمرير الرياضية تتناول الأطعمة السريعة والشورمة والبورقر وهذه كلها أطعمة ضارة ورح تزيد من مشكلة مقاومة الإنسليم فبالنهاية رح تمنعك من حرق دهون الجسم حتى لو كانت الكمية قليلة فهذا الشيء رح يأثر على خسارة الدهون فعشان كذا بهذا الفيديو رح نتكلم عن الطريقة الصحيحة لخسارة الدهون المخزنة داخل الجسم مع ممارسة التمرير الرياضية فنشوف الفيديو للنهاية عشان تعرف الموضوع بشكل كامل بس قبل ما ندخل بالموضوع أتمنى أنك تضغط على زر اللايك لأنه في أشخاص يحتاجوا هذه المعلومات وضغطك على زر اللايك ممكن يوصل هذا الفيديو لهذا الشخص وتكون أنت سبب بنشر الخير وخلينا ندخل لموضوع اليوم زي ما أنتوا عارفين أنه الغذاء الصحي وممارسة التمرير الرياضية يساعدك بالوصول لأهدافك من ناحية خسارة الوزن بس لازم تعرف نقطة مهمة أنه الغذاء واتباعك لنمط غذائي صحي رح يوصلك لأهدافك بنسبة 75% وهذه النسبة جدا كبيرة و25% فقط رح يكون عن طريق ممارسة التمرير الرياضية وزيادة النشاط اليومي فعشان كذا ضروري جدا أنك تصحح من غذائك ويكون غذاء صحيح وصحي يساعدك بالوصول لأهدافك وبعد ما تصحح الغذاء ويكون صحي اهتم أكثر بالتمرير الرياضية وممارسة النشاط الرياضي والشخص اللي عنده وزن زايد واللي عنده نسبة الدهون زايدة عن الحد الطبيعي رح يكون عنده مشكلة مقاومة الانسولين كل شخص هدفه خسارة الدهون ضروري جدا أنه يتخلص من هذه المشكلة عشان الجسم يوصل للخلالة الدهنية ويحرقها ويستخدمها كطاقة واللي ما يعرفيش يعني مقاومة الانسولين رح أشرح بشكل مبسط جدا فنفرض أن هذه هي الدهون الزايدة المخزنة داخل الجسم اللي هدفك حرقها واستخدامها كطاقة طب كيف نحرقها؟ قبل ما تعرف طريقة التخلص من هذه الدهون المخزنة لازم تعرف أن الجسم ليش خزن هذه الدهون الزايدة داخل الجسم وإذا حاب تعرف السبب اللي يخلي الجسم يحول السعرات إلى الدهون هو المفتاح الرئيسي اللي هو يسمى الانسولين فالانسولين هذا الهرمون ينفرز داخل الجسم وهو المسؤول بتخزين السعرات الحرارية والسكريات إلى دهون مخزنة داخل الجسم طب إيش اللي رح يرفع هذا الهرمون ببساطة اللي هو النشويات والسكريات إيش هي هذه النشويات هي الخبز والأرز والمعجنات والفواكه إذا كانت زايدة عن الحد والنشويات المعالجة والحلويات والسكريات وعصائر الفاكه هذه كلها تعتبر من النشويات والسكريات فزيادتها رح ترفع من مستويات الانسولين والانسولين رح يحول هذه النشويات والسكريات إلى دهون مخزنة داخل الجسم النشويات اللي هي الخبز والأرز هي بالعادة أن الجسم يستخدمها كطاقة ولكن اللي خل الجسم يحول هذا النشويات إلى دهون هو الاستهلاك المفرط لتناول السكريات والنشويات الخبز والمعجنات فترات طويلة من حياتك فالجسم وخلائل الجسم كانت تاخذ احتياجها فقط من النشويات والسكريات والفائض كانت تحولها على هيئة دهون فلذلك عشان تتخلص من الدهون المخزنة داخل الجسم اللي عليك تسويه إنك تقلل من هذا المفتاح وتحاول تخفض مستويات الإنسولين بالجسم طيب كيف نقلل من المفتاح هذا اللي هو هرمون الإنسولين عن طريق تقليل استهلاكك للنشويات والسكريات طيب كيف نقللها عن طريق اتباعنا للأنظمة مخفضة النشويات اللي تنصحك بتقليل كمية النشويات مثل نظام اللوكارب أو نظام الكيتو دايت فهذا الأنظمة فعالة جدا بخفض من مستويات الإنسولين فبالتالي راح تسمح للجسم بالوصول للخنايا الدهنية الموجودة داخل الجسم وتحريرها واستخدامها كطاقة من جديد فعشان كذا لا تضيع وقتك عن طريق ممارس التمرين الرياضية طالما كان نظامك الغذائي غير صحي فمن الأفضل أنك تهتم أكثر بالغذاء وتهتم أكثر بإصلاح المشكلة الأيضية الموجودة داخل الجسم لأنه بالعادة الشخص إذا كان عنده سمنة زايدة على الأغلب ونسبة كبيرة يكون الشخص عنده مشكلة مقاومة الإنسولين وطريقة حل هذه المشكلة زي ما ذكرناها بهذا المثال عن طريق تقليل النشويات واتباع الأنظمة مخفضة النشويات وتغير مصدر طاقة الجسم فرح يكون بدل النشويات والسكريات رح يكون الدهون هي مصدر طاقتك الأساسي بدل النشويات والسكريات فهذا الدهون رح تكون سواء الدهون الموجودة بغذائك أو الدهون المخزنة داخل الجسم فمع التزامك للأنظمة مخفضة النشويات الجسم قادر على الوصول لهذه الخلايا الدهنية والتحريرها واستخدامها كطاقة والتخلص من مشكلة مقاومة الإنسلين والزيادة حساسية الإنسلين وتكون قادر على بناء كتلة عضلية أفضل فالنتيجة رح تكون تقليل التراهلات اللي ممكن تحدث أيضا بناء كتلة عضلية أو على الأقل منعها من الهدم ويرطيكم ألف عافية